ومن جانبه أكد واسير الخارجي الأمريكي أنتولي بلينكين أن أزمة المناخ تؤكد أهمية وجود حل ديبلوماسي سريع لقضية سد النهضة وضف بلينكين أن قضية سد النهضة تمثل أمرا وقوديا بالنسبة لمصر أهمية وجود حل ديبلوماسي سريع لقضية سد النهضة ونحن سمعنا من القيادة المصرية أن هذا هو أمر وجودي بالنسبة لمصر ونحن نتعام أي حل يقوم بمراعاة مصالح جميع الأطراف ويراعي أيضا الحياة المعيشية للمصرية والسودان وإثيوكيا ومثل ومثل جميع النقاشات الصعبة هذا يجب أن يجري من خلال روح المرونة من جانب جميع الأطراف لتعامل مع المصالح الوجودية التي تملكها مصر في هذا الخصوص